موسيقى صباح الخير أهلا بكم في أولى نشاراتنا الإخبارية من قناة الجديد أزمة الشرق الأوسط انتهت فالأجهزة الأمنية لاحقت أول أطراف خيوط العمل المدان وأقدمت مجموعة من الشبان على تسليم أنفسهم إلى القوى الأمنية مؤكدين أنهم لم يتعرضوا لأحد بالإساءة أو بالشتائم بعدما أقدمت على تصرف أكثر سوءا من رسم على ورق وهذا ما يعكس صورة همجية لا تألفها بيروت التي تحتضن كبريات المؤسسات الأعلامية الخارجية فالتعدي على الإعلام مباني ومكاتب وأقلام وصحفيين لا يشبه مدينة شكلت ولا تزال عاصمة للحريات بين الدول العربية لكن أحد أبرز تجليات الأزمة كان اعتراف مجلس التعاون الخالجي بقدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية وبأعلان السفير السعودي أن العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة ولبنان أعمق من أن تختصر برسم كاريكاتوري ومن الشرق الأوسط إلى شمال لبنان الذي سيج المرشح سليمان فرنجي باللون الأزرق وأعطاه بعدا علمائيا وشعبيا في طرابلس المدينة التي نشأ فيها وكانت مسقط رأس الصبا فبعد قطيعة استمرت أكثر من عشر سنوات يدخل فرنجي طرابلس في أسرع عملية تطبيع مع الشمال الإسلامي وهو الذي غرد قبل شهر واحد داعما لحزب الله فرنجي الذي حضر إليه معظم المكونات الفاعل طرابلسيا في زيارة المفتي الشعار أعلن التزامه أي مرشح يحظى بتوافق وأن الحريري لم يخرج عن الإجماع المساحي عندما رشحه بل اختاره من روح بكيركي لكن المعضلة الرئاسية ليست باللون الأزرق وحده إذ أن قيامة الرئيس لا تبدو واضحة المعالم ولا يبدو أننا تصدرنا جدول أعمال القمة النووية في واشنطن والتي حضرتها مائة دولة وخمسون رئيسا وكلهم تجنبوا لفظ اسمين لبنان وإسرائيل لبنان لأننا لسنا على بال أحد وإسرائيل لأن أحدا من هذه الدول المشاركة لن يجرؤ على انتقادها في ثرسانتها النووية جميعهم بمن فيهم باراك أوباما شرحوا النووي عن بكرة صانعيه ومالكيه لكن أي منهم وفي طلعتهم الدول العربية حاذروا ذكرى النووي الأخطر في العالم والذي يملكه كيان عدواني أصبح شريكا لبعض العرب إذن أقدم عدد من الشبان الذين قاموا باقتحام مكاتب صحيفة الشرق الأوسط في بيروت احتجاجا على كاريكاتور موسيق إلى لبنان على تسليم أنفسهم إلى فصيلة الأشرفي والشبان هم محمد حرز حسن قطيش علاء حسين حسين ناصر الدين بلال علاو وأكد الشبان خلال توجههم إلى الفصيلة المذكورة أنهم لم يتعرضوا لأحد بالإساءة أو بالشتائم وإنما تحركهم كان بمثابة رد الاعتبار للبنان وللعالم اللبناني كوننا والعمل في تبيل الكمل كلنا للوطن في العلال العرب كلنا للوطن نحنا نجيين لسلم حالنا نحن رداني عتبار ربنان باللي عملنا بارح مطعربنا لحدا ما أزينا حدا ما سبينا حدا وكانت مكاتب صحيفة الشرق الأوسط في بيروت تنفض عنها مخلفات اقتحامها على خلفية الكاريكاتور وتكمل عملها المعتاد وتطلق موقعها الجديد باللغة الإنجليزية هنا صحيفة الشرق الأوسط في بيروت في المدينة التي امتازت بحرية إعلامها وصحفتها وإن كان الكاريكاتور قد أساء إلى لبنان علما وسيادا فإن هذه المشاهد قد أساءت إلى الرموز التي نشأ عليها لبنان وحمتها مدينة الشرائع نحن ما وقفنا عمل حتى بعد اللي صار مبارح نحن كفاينا شغلنا عادي من بعده ضبطنا حالنا واشتغلنا بالطريقة اللي بنقيها مناسبة واليوم كفين شغلنا وانشاء الله مكفين بشكل عادي ما في أي تغييرات نحن مع كل شي يمشي وفق الأنون يعني من البداية قلنا أنه إذا حدا قلوا علينا شي فيه قانون وإذا قلنا حدا شي فيه قانون اللي صار مبارح صراحة يعني ما بيخدهم الفكرة للشباب بأجوا كرمالها أو قالوا أنه بأجوا كرمالها اللي صار عم بيقول أنه ما في دولة أنه نحن كل واحد ما بيعجبه شي بيجي هو بيغيره بييده بيجي بيطلب الموظفين بيطلب منهم يستقيله بيهينهم بيرعبهم اللي صار مش مقبول البيان الصادر عن إدارة الصحيفة بمتابعة العمل من بيروت استكمل بإطلاق مشروع الموقع الخاص بالجريدة باللغة الإنجليزية على أي دار بشكل كامل من بيروت والريهان على مساحة الحرية والتعبير المعطاط نحن نحب نعتقد أنه هاي المسألة هالأد هالأيام اللي جايب تبين قديش حجمها تبين قديش مدى الجديد بمتابعتها ونحن وقت اللي قلنا أنه الشر الأوسط بتحمل السلطات اللبنانية مسؤولية أمن طائمة كنا عم نقول أنه نحن تحت سقف الأنون وطبيعة الحال أنه هي الدولة مفروض تحمينها مين بده يحمينها العاملون في مكاتب الشركة التي تصدر غير مطبوعة عادوا لمزاولة أعمالهم اليومية مع شيء من الخيبة كان فيهم بعتقد أنه يعني يعترضوا على اللي صار بالطرق الأنونية أنيوي هلأ فينا أكيد مثل معال يعني مثل مع كل أكد أنه إحنا مكفيين وما رح يأثر هذا الشغل أكيد على الشرق الأوسط وصلوا هون كانوا عم بيحاولوا أنه ينتزعوا مننا رأيه تحت الضغط باللي صار بالكاريكاتور وكانوا عم بيحاولوا أنه يعني يطالبونا نعمل اعتصام أو حركة احتجاجية على هذا الشي اللي صار فكاننا عم ندعيهم أنه دعيناهم أول شيء للحوار أنه فهمونا شو بتكن شو الموضوع تعلنت فيه يا عمر في موازات ذلك أوقفت شعبة المعلومات بيار حشاش بناء على إشارة القضاء المختص وبحسب مصادر متابعة للقضية فإن التحقيقات مستمرة وسيصار إلى استدعاء كل من شارك في اقتحام مكاتب الصحيفة باسل العريضي قناة الجديد أعرب الأبين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية على كشف ملابسات هذا الاعتداء الإجرامي والقبض على الجنات وتقديمهم للعدالة ووصف الزيان هذا العمل بالجبان الذي يتعارض والحرية الأعلامية التي تكفلها القوانين الدولية وقال إن هذا الاعتداء لا يعبر عن موقف الشعب اللبناني الذي يدرك تماما الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به صحيفة الشرق الأوسط لدعم لبنان أعلاميا ومساندة حكومته في جهودها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه في الحرية والكرامة والتنمية السفير السعودي علي عواض عسيري رأى من جهاته أن ردود الفعل على الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط حملت الموضوع أكثر من حجمه الطبيعي متمنيا على الإشقاء اللبنانيين ابقاءه في إطاره الأعلامي البحث لألا يصبح مادة للاستغلال من بعض الجهات التي تسعى لتخريب علاقات لبنان بأشقائه العرب وأكد أن العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة ولبنان أعمق من أن تختصر برسم كاريكاتوري كما أن احترام السعودية للدول اللبنانية ومؤسساتها وشعبها ليس بحاجة إلى برهان ويعرفها القاصي والداني ويعرف أنها تنبع من حرص المملكة الدائم على سيادة لبنان واستقلاله وحضوره العربي الفعال الجديد تعرض مستندات تؤكد أن عمر القمح الفاسد أربعة أعوام تقرير يمنى فواز بالوثائق هذه المرة التي حصلنا عليها من دون إعلانها للبنانيين قمح فاسد ويعود إلى ما قبل عام 2013 إذ بدأ العمل في هذه الدراسة في نهاية عام 2012 بموافقة وزارة الاقتصاد واخذت عينات من مختلف مخازن القمح وكان ذلك في عهد وزير الاقتصاد نقول نحاس وفي مطلع عام 2013 انتهت الدراسة التي خلصت إلى وجود سموم فطرية في أماكن تخزين الحبوب لكن لم يعلن شيء نعود إلى تلك السنوات لأن من حق المواطن أن يعلم وأن يحاسب ففي منطقة البقاع حيث كشف كل من مستودعات الأعمار ومجدر عنجر والعينات التي أخذت من مختلف أماكن وزوايا المستودعات تبين أنها تحتوي على مادة أوكرتوكسين وهي المادة عينها التي أعلن وزير الصحة وائل أبو فعور أنها موجودة في القمح التي يتغذى به اللبناني وهي مصرطنة وفي التقييم لهذين المستودعين أكدت هذه الدراسة وجوب الإصلاحات الشاملة ومنها معينة الأبنية وصيانتها وتحسين أساليب الحفظ والتهبئة هذا منذ ثلاث سنوات ولم يحدث شيء وهنا نعود إلى التحقيق الذي بسيناه سابقا عندما دخلنا مخازن مجدر عنجر وتبين عدم صلاحيتها لتخزين القمح فيها وعدم القيم بأي من الإصلاحات لتؤكد هذه الوسائق إضافة إلى المعينة أن التلعب بغذاء اللبنانيين قد بدأ منذ سنوات الخلط أما مرفأ بيروت وعلى طوال سنوات أخذت منه عينات آتية من منشآت عدة تعود إلى كل من تركيا كازاخستان وأوكرانيا والنتيجة واحدة عدم المطابقة هذا ليس كل شيء فملف القمح الذي يحاول البعض لفلفته ما زاله يحمل حقائق عديدة تكشف بالتوالي يمنى فواز قناة الجديد مئة من الشاحنات تتناوب على نقل القمح والنفايات ووزارة الزراعة تعترض التفاصيل في هذا التقرير لأنه الحلاقة هنا تقع مطاحن تنتج أكثر من 40% من حاجة لبنان من الطحين وعلى بعد أمتار منها تراكمت النفايات بقرار من الحكومة وطوال أشهر لم تفلح الأصوات التي ارتفعت مطالبة بنقل جبال نفايات تكدست إلى أن خرجت الحكومة بقرار المطامر حملت النفايات على الرغم من الاعتراضات في شاحنات لتنقل إلى حيث بدأت الأزمة مطمر النعمة ولم تنتهي القصة هنا فبعد أيام من بدء خطة الدولة نقل النفايات على تصرخة من جديد ولكن هذه المرة من وزارة الزراعة بعدما اكتشفت أن الشاحنات التي تنقل القمحة نهارا إلى المطاحن هي نفسها التي تنقل النفايات المتراكمة في الشوارع اللبنانية ليلا ولا يكفي أن النفايات ترمى عشوائيا في شاحنات نتجوب الشوارع بحمولة مغلفة بشبه غطاء إذ تنقل أيضا قمحنا والأسوأ من ذلك ما بات مؤكدا وهو أن صائقي الشاحنات لا يغسلون شاحناتهم ولا يعقمونها قبل نقل القمح ما دفع مفاتيشي الوزارة إلى رفع توصية عاجلة إلى المعنيين بضرورة وقف استعمال الشاحنات في نقل القمح إلى حين إيجاد بدائل صحية ونظيفة لا سيما وأن النفايات التي تنقل متخمرة ومتراكمة منذ أكثر من سبعة أشهر وعصارتها تشكل سموما تهدد الصحة العامة فكيف إذا كانت هذه العصارة ملتصقة بصناديق شاحنات تعبأ بالقمح أيضا ألين حلاق قناة الجديد أمن الدولة والمطار على طاولة مجلس الوزراء الخميس الذي يستعد لاجتباك وزاري في ظل غياب الحل تحقيق خاص لدارين دعبوس بات مؤكدا أن الاجتباك والارتفاع في حدة التوتر سيكونان السمة التي سترسم ملامح الجلسة الوزرية المرجأة إلى الخميس المقبل فتلال انفجار الوزري جاهزان الأول أمن الدولة بمعنى الخلاف على خيفية حل النزاع الحاصل بين رئيس جهاز أمن الدولة الكاثوليكي اللواء جورج قرعة ونائبه الشعي المحسوب على الرئيس بري العميد محمد الطفيلي والثاني أمن المطار وعقود وتجهيزات مطار رفيق الحرير الدولي حتى الساعة تبدو الساحة خالية من أي إشارات إيجابية باتجاه الحل لا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة المال المفترض أن تفك الحصار المالي عن الجهاز في المقابل يزداد منصوب الاستياء المسيحي الكتائبي والعوني والقواتي وخصوصا مع إعلان النائب الممدد له سامي الجميل من زحلي رفضه إلغاء هذا الجهاز والمساواة بين المدير ونائبه أمن الدولي أقرب بموجب قانون سنة الثلاثة وثمانين في عهد الرئيس أمين جميل مدير عام وفي نائب مدير عام واثنينتهم سوا يتمتعان بصلاحية مجلس قيادة للأمن العام والمشكلة التي أدى إلى طرح هذا المشروع غير قانوني يعود إلى سوء إدارة من الثنين لأن اثنينتهم مسؤولين عن المدير العامي لأمن الدولة واثنينتهم بيطلع قرار بتوقيع الاثنان ما فيه توقيع الاثنين أبدا الرئيس يختصر التوقيع وهو صاحب القرار فيه نائبه يبدي الرأي ويطلع الرئيس والقرار لماذا تطيفت هذه القضية؟ ما بدا تطيف خلينا نروح للأنون خلينا نروح للأنون إذا كان فيه مشكلة بين شخصين بس فيه واحد عم بطبي للأنون وفيه آخر مدعوم وتقول المعلومات للجديد إن القوى المسيحية الثلاث كثفت ضغوطها لحل مشكلة أمن الدولة وإن غياب الحل سيقابل بمواقف سلبية هناك تصعيد إذا استمرت الأمور على حالة بيخرجوا من الجلسة أو بيقاطعوا الجلسة أنا الأوان لكي يعني نصغي إلى صوت الضمير إلى ندائات الشريك اللي عم بطالب بشراكته وإذا لم يتفق على نائب جديد لأمن الدولي شو لح نعمل؟ يمكن يلجأ رئيس الحكومة إنه يمدد سنة بخدمته لعميدة فيلة لاستكمال عمل أمن الدولي ما حدا يطيف لنا لأنه إذا طيفنا المديري العام للأمن الدولي هناك تطيف لمراكز أخرى هذا التمديد كمان بيكون مخالفة للقانون واللي أتى من مخالفة للقانون أما في موضوع تجهيزات المطار فيتوقع أن يعقد الرئيس سلام اجتماعا ثانيا بعد اجتماع أول عقده لمعالجة التضارب الحاصل بين ثلاثة عروض مدرجة في جدول الأعمال وقدمتها وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الداخلية لسيما أن الرئيس بري طلب إلى الوزير علي حسن خليل إعطاء الأولوية لتأمين التمويل اللازم لتجهيزات المطار دارين دعبوس قناة الجديد بعد الفاصل لبنان الأول عربيا في مرض السرطان أهلا من جديد الاستراتيجيات الأعلامية التي اعتمدها السياسيون في لبنان تفضح طبيعة علاقتهم بالناس من جهة وبالزعماء من جهة أخرى تقرير جاد غصن يقول الكاتب الأمريكي نعون تشومسكي أن الإعلام الأمريكي أداة لدى السلطة لنشر دعايتها بهدف صناعة القبول الشعبي بالأمر الواقع لذلك يقدر الساسة الأمريكيون أهمية الوقت الإعلامي المتاح لهم فيسافرون من ولاية إلى أخرى لمخاطبة الناس في مقابلات لا تتعدد دقائق العشر في كثير من الأوقات في لبنان في المقابل ومع أن الجبل بعيد من البحر نصف ساعة لا يرضى السياسي القدوم إلى استوديو إن لم تكن المقابلة حواراً مطولاً وبعضهم يرى أن الحوار الصباحية ليس من قيمته أصلاً وطبعاً لديك من يرى أنه أكبر قيمة من استوديو فيستدعي استوديو إلى منزله وبهذا المعيار يصبح بطرس حرب على سبيل المثال للحصر أهم من أوباما بالنظام ما عم بيقول فيه الرأي العام هو السلطة القصوى وأنا بخاف منه كسياسي وبدي أقنعه لا يجي لعندي ما أنا ما كتسبه سلفاً حطه بجيبتي سلفاً حطه بجيبتي لأنه محكم له أمه معلم له خيه موظفه اللي كله نهوضي حقوقه للمواطن بلا ما يمرق بهذا السمسار اللي اسمه السياسي بس مربحك جميلة فيه أنه مسكتك وشريك أنت وعائلتك وضيعتك وحيك وبالتالي ليش بده يصير فيه هاي الديمقراطية اللي هي جدل اللي هي مواجهة بين رأي ورأي آخر كل مرشح في الولايات المتحدة يخضع لعشرات المناظرات التلفزيونية مع خصومه أما في لبنان فصف أول لا يشارك الهواء مع أحد كشرط لظهوره في المقابلة هاي العلاقة باحتقار الرأي العام تقول لك بالبنية الإقطاعية اللي نحن عايشين فيها فيه ازدراء حقيقي الرأي العام نحن مش مواطنين نحن رعاية نحن قطعان مجيشين سلفا باتجاه واحد مشان هيك انت خود مثلا مش بس انت حتحكي عن المناظرة المناظرة ثقافة المناظرة غايبة ثقافة احترام الرأي الآخر وانه تنحرج بمحل ما وتضطر حتى بخطك السياسة تحت ضغط الشارع او حزبك او رأي العام تغير بهال موقف لا انت أساسا رأي العام بيلحقك وليس العكس لماذا لا تنطبق نظرية صناعة القبول الشعبي على لبنان على شاكلة الولايات المتحدة ربما لان الاعلام في كثير من الاحيان يؤدي دور السياسي نيابة عنه ولكن الاهم ان للزعيم طائفة لا يبالي بمخاطبة غيرها اما اذناب الزعيم من وزراء ونواب فجهدهم في المقابلات هو ارضاء الزعيم لا المشاهد ولذلك نرى الاستشراس جدغصم قناة جديد من بين كل مائة الف لبناني هناك مائة وخمسون مصابا بمرض السرطان والرقم الى ارتفاع التفاصيل في هذا التقرير لالين حلاق لبنان الاول عربيا في نسبة الاصابة بمرض السرطان لا سيما بين الاطفال ومن بين كل مائة الف لبناني هناك مائة وخمسون شخصا مصابا بالسرطان سنويا واكثر الامراض شيوعا هي سرطان الثدي عند المرأة وسرطان الرئة والمثانة والبروستات عند الرجال وابحثوا في ذلك عن التلوف والغذاء والبيئة المحيطة هذا ما شرحه البروفيسور الفرنسي باسكال بيجول المختص بالامراض السرطانية وهو الذي اتى الى لبنان وحطى رحاله في مستشفى المشرق التي احتضنت طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية وأطلقت العينان لأبحاث السرطان وعلاجاته الجديدة في العقود الماضية كانت نسبة ارتفاع الإصابة بمرض السرطان تتركز في أوروبا وأمريكا ولكن هذا العقد شهد ارتفاعا حدا في النسبة في لبنان وتحديدا سرطان الثدي وما هو واضح أن أحد الأسباب الرئيسة لذلك هو التلوث البيئي في البلاد إلى اليوم ليس هناك دراسات دقيقة تحدد أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السرطان في لبنان ومد ارتباط ذلك بالنفايات بعثاتها لسيما في الآوينة الأخيرة ولهذه الغاية ستجرى إعداد دراسة بهذا الشأن لقطع الشك باليقين إن هدف الزيارة هو لأسباب عدة منها رعاية مرض السرطان في مستشفى المشرق وعلاجهم بالوسائل الحديثة وباستخدام الدواء الجديد الذي يركز على الجزء المصاب في الجسم من دون تعريض المريض لجرعات كيميائية تدخل جسده كله ومن أسباب وجود أيضا تدريب طلاب الجامعة اللبنانية ونظرا إلى كوننا مركز أبحاث أيضا فإننا ندرس إمكانية البحث في الأسباب الكامنة خلف ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان في لبنان وستكون جامعة مونبليي مسرورة بإجراء هذا البحث بالتعاون مع مستشفى المشرق والجامعة اللبنانية أن يعلن الوزير والأبو فعور أن نسبة مرض السرطان في لبنان تتقدم على النسب في كثير من الدول المجاورة وأن الوزارة تبحث في أسباب هذا الأمر فذلك يزيد أسئلة اللبنانيين عن سبب ارتفاع نسبة هذا المرض ودور العدو الإسرائيلي وقنابله ولهذه الأسئلة إجابات هي رهن البحث في الأيام المقبلة ألين حلاق قناة الجديد قتل وعشرة جرح حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوي بعد أقل من ساعة على بدء سريان وقف إطلاق النار وعملية القنص في مخيم عين الحلوي خرقت العدنة حيث سمع إطلاق نار كثيف وأصوات انفجار كذائفة صاروخية في أثناء توجه القوى الأمنية والمبادرة الشعبية إلى الشارع الفوقاني لوقف إطلاق النار بناء على قرار اللجنة الأمنية العلية وكان قد جرى الاتفاق في الاجتماع الطارئ للجنة الأمنية الفلسطينية العلية في لبنان في مركز النور الإسلامي على تأليف لجنتين قياديتين للإشراف على وقف إطلاق النار حيث باشرتا مهماتهما رأسا وكان قد تجدد إطلاق النار بين عناصر من حركة فتح وآخرين من تنظيم جند الشام في منطقتين الباركسات والصفصاف وقد منع إطلاق النار خروج تظاهرات شعبية مع القوى الأمنية لتثبيت وقف إطلاق النار حيث تجمع العشرات من الناشطين الفلسطينيين وأعضاء المبادرة الشعبية في المخيم أمام مقر القوى الأمنية لانطلاق وفي حصيلة الاشتباكات التي وقعت مساء الجمعة وتجددت صباح السبت ارتفع عدد الجرحى إلى تسعة إضافة إلى قتيل ومن بين الجرحى ضابط معنصر من القوى الأمنية المشتركة وعنصر في الأمن الوطني المرداب الأزرق لزيادة الوعي حول التوحد في لبنان تقرير هذه الأمين على أنغام الفرقة الموسيقية انطلقت مسيرة مركز الشمال للتوحد من مركز سوق بيروت باتجاه الأسواق التجارية هذه المسيرة دع إليها المرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية وزوجته ريمة فرنجية التي ترأس المركز اليوم نحن مجتمعين هون نحن مركز الشمال للتوحد يعني أساسته سيدي ريمة فرنجية هو مركز متخصص موجود بمنطقة الشمال بصغرتها بقدم خدمات لأطفال بعلمهم خدمة التعليم اليوم العالمي للتوحد مثل ما بتعرفوا لنتوحد كلنا ونشارك كل واحد من موقعه بجزء لو بسيط لنساعد أطفال التوحد للون الأزرق رمزيته بالنسبة إلى منظمي الحملة إذ يعطي أطفال التوحد الأمل المنشود لون الأزرق هو المعروف أنه هو لون الأمل لين يبسي أزرق ولين كله أزرق كلنا أزرق لأنه باللون الأزرق من ضويل طريقهم ومنزرع المحبة بقلوبهم يا رب للأزرق دلالات أخرى إذ أن التيار الأزرق هو من يدعم فرنجي لرئاسة الجمهورية فهل لأزرق الوحدة من أجل التوحد إشارات أمل نحو الرئاسة؟ ستريما اليوم نزلت صورة لابسة هي أزرق لا تدعم هذا المشروع معقول يكون لابسة بالأزرق يوصلون لرئاسة الجمهورية ستريما أكيد اليوم هي أول شخص لبسة لون أزرق هلأ ما تدخل السياسي خلونا متواحدين بالأمور الكبيرة بس أكيد الأزرق هو لون الصفاء والأمل هي حملة ممتازة لزيادة الوعي بخصوص التوحد لكن الشعب اللبناني كله ولسيما سياسيوه يحتاجون إلى حملة وعي للخروج من الأزمات السياسية ومن الفراغ الموحش والمتوحد بعد الفاصل منع وصول الأسلحة النووية إلى الإرهابيين أهلا بكم من جديد العثور على مقبرة جماعية في تدمر لمدنيين وعسكريين أعدمهم داعش عثر الجيش السوري على مقبرة جماعية في حي مساكن الجاهزية بالقسم الشمالي الشرقي من مدينة تدمر المخصصي لعائلات العسكريين المقبرة تضم رفات 42 مدنيا وعسكريا أعدمهم تنظيم داعش بعد أيام من سيطرته على المدينة الأثرية وبينما تردد أن غالبية رفات تعود إلى أطفال ونساء أوضح مصدر عسكري أن المقبرة تضم رفات ضباط وجنود وعناصر رجال شعبية وأفراد من عائلاتهم موضحا أن الجثث تعود إلى 42 شخصا هم 18 عسكريا وأربعة وعشرون مدنيا بينهم ثلاثة أطفال وجميعهم من أسر العسكريين وبحسب المصدر فقد جرى إعدامهم إما بقطع الرؤوس وإما رميا بالرصاص وقد نقلت الجثث إلى مستشفى حمس العسكري وجرت تعرف إلى بعضها ولفت المصدر الأمني أن العسكريين المقتولين ليسهم أنفسهم الذين ظهروا في شريط المصور لداعش يوثقوا عمليات أعدام جماعية على المسرح الروماني في المنطقة الأثرية الإعلان عن المقبرة الجماعية جاء بعد أيام من تحرير المدينة من تنظيم داعش وفي وقت يسعى الجيش لتنظيفها من مئات الألغام التي دفنها التنظيم الإرهابي وسط الآثار قبيل انسحابه منها فاستقدم فرقا هندسية متخصصة بتفكيك الألغام وإزالتها قبيل عودة الأهالي إليها مئات الألغام تمت تفجيرها في مكانها لعدم أمكانية نزام الأرض وانتلاحظوا الطرقات كل مئة متر يوجد في قطاع الألغام لغمين أو ثلاثة موجودين ومصرية التسلسل لتم تفجير أسناء تقدم القوة واستخدم الأسعادية متطورة من التلغيم يستدعى استخدام أجهزة متطورة تم عملية المسح لجميع الشوارع وهالأبني بقلك منها لتقريبا وبكرة أقصى حضب تكون مدينة تدمر آمنة من المواد المتفجرة ولعبوها النجح الجيش العربي السوري ومجموعات الدفاع الشعبي والقوى الرديفي المتحالفة معه من إنجاز المهام بسرعة وتزامنا عرضت قناة سمى الفضائية السورية وثائق ومستندات تابعة لداعش تركها بعد مغادرته تدمر تكشف ممارساته الإرهابية في قمع الأهالي بفرض أنظمته وقوانينه الخاصة به وهذه الوثائق ممهورة بأختام وتواقيع المسؤولين في التنظيم وتتضمن تعليمات تهدد مباشرة كل من يخالفها بالقصاص المروع قمة الأمن النووي تقتتم أعمالها في واشنطن بالتزام منع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي الإرهابيين اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال قمة الأمن النووي الرابعة التي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن للمواد النووية وعلى منع الإرهابيين من الوصول إليها بمشاركة العشرات من رؤساء العالم الذين أكدوا في البيان الختمي للقمة التزامهم منع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي الإرهابيين والإستخدام السلمي للطاقة النووية وحذروا من أن التهديد في تطور مستمر خصوصا بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس واعتداءات مطار ومتر العاصمة البلجيكية بيكسل رئيس القمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفتا إلى وجود قدر كبير من المواد النووية المشاعة في جميع إنحاء العالم وهي تحتاج إلى التأمين معلنا أن بلاده ستقوم بدورها في حماية المواد النووية حتى تقوم الدول الأخرى بتحسين إجراءات الأمن والشفافية أحذر من استلاء المجانين من أمثال تنظيم داعش على مواد نووية أو قنبلة قدرة والدليل على ذلك أن المتطرفين مرتبطين باعتداءات باريس وبريكسل صوروا أحد العاملين في منشأة نووية في بلجيكا إن العالم خفض بنحو الملموس خطر الأسلحة النووية وأتوقعوا تفعيل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بشكلها الموسع قريبا القمة استمرت يومين وهي القمة الأخيرة للرئيس أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض وأبرز ما جرى فيها المحادثات الثنائية التي جمعت الرئيسين الصيني والأمريكي وذلك في ظل امتناع روسيا عن المشاركة ولا نبقى مع أبرز عنوين الصحفة الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع الديار خلية عين الحلو الإرهابية تسقط اتفاقات وقف النار والمقدح يهدد بالاستقالة لقاء لرؤساء الطوائف المساحية غدا وفرنجي وجه رسائل لعون من طرابلوس الديار تواكب التحضيرات للانتخابات البلدية الجيش يتقدم في القريتين ويصد هجوما على تل العيس واشنطن ستعزز قواتها الخاصة في سوريا ريال مدريد حسم الكلاسيكو 2-1 في المستقبل سلسلة استنكارات وطنية لاقتحام الشرق الأوسط وعسيري يجدد احترام المملكة للدولة المبنانية فرنجي في طرابلوس رافعا لواء العروبة المعارضة السورية لا تفاوض على الدماء تدمر تسلم وتسليم في الحياة واشنطن تزيد عدد قواتها الخاصة وتوقعات بهجوم واشيك لاستكمال أغلاق الحدود التركية أمام تنظيم أنقرة تتقيد بتفاهم روسي أمريكي لخنق داعش الحوثيون يصاعدون في تعز عشية الهدنة وأيضا في الحياة داعش يعاود ظهور في حزام بغداد فضيحة فساد نفطية تهز حكومة العبادي وأخيرا مع الشرق الأوسط رئيس وزراء الهند الملك سلمان زعيم حقيقي قاد بلاده في أصعب الأوقات التعاون الخليجي الاعتداء على مكتب الصحيفة يتعارض مع الحرية الإعلامية تضامن سياسي وأعلامي لبناني ودولي مع الشرق الأوسط الإعمار يحتاج 20 مليار دولار العراق الأنبار محافظة من كوبا واشنطن تسعى لمنع سيطرة النظام السوري على مناطق داعش إعادة اللاجئين السوريين إلى تركيا تبدأ غدا كان في النشر عدد من مقتحمي الشرق الأوسط يسلمون أنفسهم فرنجي في طرابلس مكرما من المفتي الجديد يعرض مستندات تكشف أن القمح مصرط منذ سنوات شاحنات تنقل القمح صباحاً والنفايات ليلاً العثور على مقبرة جماعية في تدمر وكان في الخاص طلت ساستنا التليفزيونية أكثر قيمة من أوباما ثقافة المناظرة غايبة وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا شكراً للمتابعة وإلى لقاء عند العشرة والنصف ضمن الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر